اشتركوا في القناة احنا معينا اسئلة كتير قوي من الناس النهاردة عن الاستثمار في الكهرة الجديدة جاهز جاهز ان شاء الله نفيدهم نحاول نفيدهم صحيح طيب معينا السؤال الاول ازاي هيكون مستقبل السوق العقاري في التجمع بعد العاصمة وهل الاسعار هناك هتزيد طيب خلينا خلينا نبتدر العاصمة الادارية طبعا اتجاه دولة ومشروع قومي كبير جدا طبيعي المشاريع اللي بالحجم ده بتعمل استفادة للمشروع نفسه او للمنطقة كعاصمة ادارية بس يبقى فيه استفادة مباشرة واستفادة مهمة جدا لكل المناطق المحيطة بالعاصمة الادارية يعني يمكن التجمع حيبع عنده استفادة قوية جدا من العاصمة لان العاصمة زي ما احنا عارفين جواها مناطق كتير جدا يعني ما عارفين في R7 و R8 احنا بمتكلم في اكتر من واتو جايري واديري اكتر من حاجة موجودة جوا فالفكرة ان كل حاجة محيطة بالعاصمة الادارية سواء الطريق الاوسطي سواء ارض المستقبل سواء التجمع بتستفادة مباشرة طبعا فده بيخلي الاسعار ستيبل او الاسعار تقدر نتزيد بستابلتي كويسة طبعا هل الاسعار هتنزل؟ لا فكرة الاسعار هتنزل مش اوبشن مش حاجة منطقية انها تحصل كلنا عارفين ان العقار يعني هو مخزن لقيمة افضل استثمار علشان هو سعره بيزيد بس يمكن عشان نقدر نحكم مظبوط او نقدر نتكلم على علاقة العاصمة بالتجمع دي منطقة كبيرة جدا ودي منطقة كبيرة جدا جواهم تفاصيل كتير قوي فكرة ان انا اختار حاجة صعبة او مقارنة او فكرة ان العاصمة ولا التجمع لان هي هي نفس سؤال بالضبط هو التجمع ولا الشيخ زايد هو الساحل ولا السخنة لازم هدخل في تفاصيل اكتر شوي يعني يمكن على قد ما اقدر حابب نحيب عندنا زي رشدة لفكرة اختيار المنتج المناسب بالنسبالي سواء هو عاصمة ادارية او هو قاهرة جديدة وتجمع ولا عاصمة لان في الاخر زي ما اتفقنا لعاصمة افادة مباشفة لكل المناطق اللي حواليها شكرا بس شكرا